موسيقى نشوف أول تغريدة أو صورة بتقول بلبنان نختلف على أمور كثيرة ولكن نجتمع على حبها إسلام ومسيحيين يا سيدة لبنان حريصة إنستغرام تضرعي لأجلنا هذا وقت كتبت لأن بدألك شغلة أنا وقتها بطلع على سيدة لبنان بطلع بغض النظر عن أنا بشو بقمين أو أو إيمانة شو أو كيف بصلي أو شي بحس بهدوء بسلام فظيع حتى بشوفه أشخاص من مختلف الطوايف فهذا غنى لبنان فليه أنا ما بدي أحطه ليش دايما ما نفرجي الصورة إنه نحن مختلفين هو نحن مختلفين من وراء الرؤساء هالطوايف أو هالأحزاب أو السياسية بس الموجود على الأرض أنا بالنسبة لأ إلي غير ما هو مين بدك رئيس للجمهورية؟ فيه شغلتان أنا ما بحكي فيهم ولا بفهم فيهم هنه؟ السياسة والدين بس يعني لدرجة إنه ما موضوح حتى رئيس جمهوري ما بيعني ببلك ليش؟ لأن أنا بالنسبة لأ إلي مين ما إجا؟ النتيجة هي زيتها هل أتفئد الأمل؟ نعم هل تنشوف لكين تغريدي تانية بتقول أريني كيف تقود على الطرقات وكيف تحترم قوانين السير أقول لك من أنت وما أنت يستفزك كثير تستفزك العجب أو واضحة بأكتر من تغريدي مش معقول لأن أنا بالنسبة لأ إلي ما عد فيه أخلاق بالسوء على الطريق ما فيه أخلاق ما فيه إيام ما فيه احترام بسوءه حيالله الواحد بس بديو يوصل على الطريق زممير أنا وبس وإذا صار أكسيدان بيعمل أنه ولاه أنت بساعتها بساعتها أنت كله أنا لحطة ما يصير الأكسيدان لفعا جد كيرسي إذا ما سبقنا الوقت نشوف صورة كمان حطتها عن العجاب هل نشوف كمان تغريدي كمان كتبة أو أنت عملها ريتويت عملت ريتويت لتغريدة عبد الكريم حمدان بكل برنامج يزم يكون إليك بصمتك السحرية لحتى يكتمل نجاحه وفقته يبدو على هالحاك كنتوا عم تسمعوا حالا لا لا مش عم تسمع حالا لا تعمل ريتويت لشو لا هو عم يخبر عنك عم يخبر عني عم يخبر عني عم يخبر عني عم تلوري تويت بس أنه هيك حترمت وجهة نظره اعتبر أنه لكن اعتبر أنا فهمت غلط لكن اعتبر نجاح البرنامج بوجودك بوجودك في خلينا نشوف كمان تغريدي تانية بين الواقع و الواقع هناك مجرد سأتجدك هنا ابن الرومي هل قد فيه بين الصح والغلط بين الحقيقة والغلط في مجرد في مسافة شو اسمه؟ حديقة وديع عبيراد كل واحد بحسه على طريقته هي دائما فقال ما تفوت عليها؟ دائما يا إنتيجي عن زد لهالدرجة كل اسم أخير ما زلتistine وصلت اخر أخرج كنت sometimes خيات 6. يوصلت واضغرتها 21. خلصتي تويتر دعنا نفتộ على انستغرام 22. نشوف صورك على انستغرام 22. نشيتك على انستغرام 23. هي على تويتر 23. كان له موعد وليك العجاء 29. نشوف صورة تانية كمان من صورك حداد ليس على شهدائنا فحسب بل علينا على عيوننا وقلوبنا وضمائرنا على إنسانيتنا بتعبر بتعبر مننا لحالة يعني صورة ثالثة كمان من صورك المنشورة هي صورتك مع إليسا في علاقة صداءة بتجمعك بإليسا شو يجمعك أكترش بإليسا شو يعني أنت قبل شوي قلتلي أن صداءتك الفنية كتير قليلة مزبوط بدأ شي بعرفه عنك بس محافظ على صداءتك مع إليسا موجهلة تحية موجهلة تحية شو السبب؟ بس بدألك يمكن بيقطع فترات شوي ما بنشوف بعض بس دايما على تواصل بس علاقة بإليسا ما إلي علاقة مش كتير بالشق الفني يعني أكتر كمتل ما أنت قلت أصدقاء شق إنساني شق إنساني يعني أنا بحب فيها عفويتها عن جد عفويتا ما تقول إشا متل ما هي بتشوفها بدون ما مضطرة جامعي إنساني أي مزوط ما مضطرة تلبس هالكفوف يا لقلت عنه أعطا وديع كتير مبسط أنا بلقائك الليلة فقرتنا الأخيرة اسمها من جوة نطلع فيها من هيدا البوكس اللي وضعنا حالنا فيه لمدة ساعة من الوقت ويترك لك الحرية إنك تختار حدا توجه له رسالة أو كلمة معينة حدا يمكن جينا على ذكره خلال الحلقة أو يمكن ما ذكرنا يمكن لازم نذكره رسالة حرة لقلك من جوة وديع المسيحة هلا لقلك تفضل بعرف إنه الشخص اللي راح أشكره يمكن لكتار يعتبروك لشي بس ما راح خلي ولا فرصة غير ما أشكر أمي دايما بكل مناسبة راح ضلني أشكرا أشكرا على كل شي أنا وصلت له كل شي أنا في لأن عن جد هي وصلتني لكل شي مرسي مام الله خلي لك إيها تانكيو وكهل ما في أحلام الناس اللي منحبهم ويلي موجودين بياناتنا نظل نقلل إنه منحبهم لأنه ممكن مهارات يجي وقت ما نقدر نقلل إيها الله خلي لك إيها نحن نشوف حالنا فيك وإلى مزيد من النجاح وديع وديت شكرا كتير ميلاد بعرف قد أعزبتك بالآخر هذا الوقت لا بفهم أنا وقتك والتزاماتك يمكن هذا كمان هذا عامل من عوامل نجاحك الالتزام الكبير بالشيء اللي بتكون عم تعمله شكرا كتير لألك وديع شكرا شكرا كليلا يتابعونا إلى اللقاء الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من ناس وناس اشتركوا في القناة شكرا كليلا شكرا كليلا